نحمل المسؤولية. نحمل المسؤولية اللي الذين عندهم يعني عندهم اختصاص دي هاد الامر هدا باش يدخلو فاقرب وقت. هاد الاحياء كيعانوا يعني الويلات مع هاد الخطورة دي هاد الواد. ما كين لحاجز حجري. ممكن داي عقل احنا في جهة وفي مدينة اللي هي كنتعتبر مركز دي الجهة ما كنعيشو هاد المشاكل هادي. احنا في الحقيقة منذ يعني دواجدنا في هاد الحي. احنا نعانوا مشاكل يعني مشاكل كبيرة مع يعني هاد ا humid هاد الواد هاد المحادي الحي التزيل الواد النونية. بات السنيدك هذه المعروض والاسين ديك. ومحادي كذلك الحي ام حيريش. ومحادي كذلك الحي الجرامس. هاد ثلاثة الاحياء كيعانوا يعني الويلات مع هاد الخطورة دي هاد الواد. اول مشكل عندنا اللي هو اللي هو مشكل كبير. وكشكل خطر على حياة الابناء دي لانه هاد الواد كما كتشوفوهن المسجد ديال عبد الرحمن بن عوف وفيه كتاب قرآني اللي كيقرأ فيه تقريبا حوالي ثلاثين طيفل ولا ولا أربعين طيفل وكانتطروا باش نجو وكان رافقوا تلامد حتى المنازل ديالهم يعني الى لاحظوا دابا تزرق فاش كي يتواجه الكتاب مقابلة مباشرة لهاد الواد ديال ما تصني ديك ومع الاسف الشديد ما كين حتى شي حاجز وعدنا مشكل اخر لي هو الناس كتلو يعني النفايات والفاضلات ديال المشية وكيحرقوهم لنا في هاد الواد وكيسبب لنا اختناق وعندنا حالات مرضية بعض الناس اللي كيعانوا من من الحساسية بسبب احتراق هاد الفاضلات هادي وعندنا مشكل تالت وهو ان الناس ديال اللي قرامز مني كيبغوا يجوه للمسجيد ديال عبد الرحمن بن عوف كيضطروا باش يهفطوا تل الواد وكيضعوا ما كيرش قنطارة وكان واحد المرة كان طاح احد المسنين طاح لنا في الواد هنا يا كما كتشوفو هنا كتشوفو يعني هاد القنطارة العشوائية وهاد هاد الضروج يعني غير بعض الساكينة ديال ديال اللي يصحون بخير بعض المحسينة هما اللي كانوا اطوعوا في واحد الوقت ودالوها يعني غير يدوية باش يسهلوا المامورية على الوليدات باش يدزول يمشوا للمدرسة ويمشوا للمسجيد وهذا وهذا الشيء رأي اليوم كي ارقناه وكي ارق الساكينة بزاف وكتشوفو هنا النفايات اللي هي ديال فضلة ديال الماشية هي كتلحة هي فهذا فضل بلصة هادي ومع الاسف الشديد هاد الشي كي ارقناه وكي ارق الساكينة وحنا كنادو كننبهول الخطورة ديال هاد المشكل خصوص المشكل ديال شبح سقوط الاطفال في هاد الواد بعدم توفره على اي حاجز دقيقة احنا تحركنا ودرنا شكاية في الموضوع بالنسبة السلطة المحلية تقريبا في بداية هاد السنة وكادلك السلطة المنتخ�بة وخرجوا به expects Armor سيد القائد وجلنا ابريال رئيس او نابريال رئيس البلدية وحضروه وعاينوا هاد المشكل ولكن الى حد الان ما كنت اشي هاجا كانت امسوا من الم مل من لجلس البلدي ومكانت امسوا هكذاك من الجهة من المجلس الاقليمي باعتبارهم سلطة المنتخابة باش يخرجوا الى 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 حيز الوجود. المشروع دي التغطية هاد الواد. اوه. لساتك مجال السيد الوالي باعتباره هو كي متل السلطة تنفيذية في الاقليم يعطي التعليمات دياله السلطة المنتخبة السلطة السلطة المحلية باش تبادر. وتخرج لنا يعني هاد هاد المشروع هاد الحيز الوجود. وتحميل لنا. وتسجر. كاين واحد كنطالبه بسجر ديال هاد الناس اللي كيرمون نفايات في هاد في هاد الواد. واللي كيحرقوه بالليل كيجو متسللين بالليل. وكيحرقون نفايات ديال الماشية. وهاد البلاصة هاد المكان مني كانت جاوزوا الحيي ديال الجرامز. كان بغون كنبغون نسلكوه الطريق اللي كتدي لعندها محيريش. كان واحد المامرة اما ديال غير معبد. كيستاغلوه الناس وكيلوحو فيه المخلفة ديال البناء. كيلوحو فيه المخلفة ديال ديال الخضار وديال ديال عدد ديال اسبال. وكيحرقوها في حين السلطات المحلية في في دار غفلون. وكيف كانت شوفوا يعني البلون اللي كان تقريبا هاد التزيئة بدأت في الفين وربعطاش والبلون اللي كان في هاد الجانبات ديال التزيئة ما بينها مع وتصنيديك. هو كان مقرر باش تكون مساحة خضراء. واغلب ديال ديال الساكنة اللي شروا في التزيئة مثلا ولا كده يعني كانوا كيشوفوا هاداك البلان بانه مساحة خضراء ومتنفس ديال الوليدات ديالهم. وحنا اليوم من الفين ورباطاش تال تقريبا عشرة السنوات هيدي حتى الفين وبرع وشرين. ولا شي يعني ما تغيرتها شي حاجة بالعكس تحول لنا هاد هاد الممر اللي بلنا مع الوادي الى واحد المكان كي 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 كيكونوا فيه واحد العداد ديال المنحرفين يعني ما فيش ما فيش انارة ما فيش انارة وكي خلقنه وكي اردقنوا وكي خلقنه مشكلة وو وأصبح مكان كيتطموا فيه الأزبال وكيتحرقوا فيه الأزبال